أمام دائرة البلدية وقفوا محتجين ولمدير بلدية قضاء المدائن مناصرين وقفة شعبية نظمها وجهاء القضاء وشبابه احتجاجاً على إعفاء مدير البلدية من منصبه احنا أهالي المدائن طلعنا احتجاج واستنكار ومظاهرة وشجب لإقالة أو إعفاء المهندس الساد باسم عطية مدير بلدية المدائن باسم عطية رجل نزيح شريف بشغل المدائن بالأوضاع الصعبة هو كان يشتغل المدائن أحيى قضاء المدائن بالخدمات بالتبليط بكل أمورها اللي تتقدم للمواطن عادة الهزوجة المازورك سلمان عمر خسارك الدوام يتهي الساعة بالثنتين هو الدوام والتي يتهي الساعة بالدعش بالليل تجيب ثلاثة العصر تجيب الستة العصر هو موجود يشتغل يلو نهار والله مطلب واحد اجتمع عليه المحتجون بوقفتهم عودة مدير البلدية إلى منصبه هكذا يطالبون ويلوحون باتخاذ خطوات تصعيدية مقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والله عندنا هواي أمور تصعيدية عندنا أمور تصعيدية إذا ما تنفذت المطالب مالتنا بكل شبكته حسب تنفيذ المطالب مالتنا أريد السبب اللي يطلعوا بيه شنو السبب غير كون سبب ويطلعوا أستاذ باسم ليش يسوون هيتش يعني ازيان 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 يشيلونا ويخلونا الموزين ونتمنى يتمنى هذا القرار ما يطبق لان راح نخسر راح نخسر قامة قامة مهمة يعني كان مو مجرد مدير بلدية كان الجانب الرياضي مهتمبي الجانب الاقتصاد المهتمبي الجانب الصحي الجانب التربوي واجهت تظاهرة أهل القضاء بعد التغيير الذي طرأ على القضاء خلال فترة تسنم الشمري للمنصب كما يقولون ولهذا يطالبون بعودته خصوصا وأن بلدية المدائن حصلت على المركز الأول ضمن تصنيف بلديات محافظة بغداد لأكثر من مرة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير اشتركوا في القناة